تدعم الحكومات بعض السلع والخدمات الأساسية لتمكين الفئات الأقل دخلا من الحصول عليها بأسعار مخفضة وتسدد خزينة الدولة الفارق بين السعر الحقيقي للمنتج والسعر المخفض فأعلم عزيز المواطن اللبناني أنك عندما تشتري كيس أرز مدعوم أو ربطة خبز أو قطعة جبنة أن الحكومة دفعت جزءا من ثمنها بالنيابة عنك لتوفرها لك بسعر مخفض في ظل الأزمة الاقتصادية معظم اللبنانيين يعتمدون على السلع المدعومة حكوميا ما يؤدي إلى فقدانها لكثرة الطلب عليها وأحيانا لا يكون هذا السبب أو الاستهلاك المحلي هو السبب شاهدوا هذا الفيديو هذا الفيديو من السويد من قلب السويد هذا الرز مدعوم 13.550 ليرة وانا احنا بالسويد عجب الشهر نحنا اليوم نحنا اليوم 13.3.2021 13.3.2021 من قلب منطقة انجلهون بالسويد انهالت الانتقادات على الحكومة اللبنانية وعلى وزارة الاقتصاد بعد ظهور أكياس الأرز المدعوم رضا اللحام يقول في تغريدته رضا أسماء التجارية اللي بتصدر البضايع المدعوم إلى بره معروفة والحكومة بكل وزارات المعنية بيعرفوهم وبيدعموهم وهن بيصدروها بكل بقاحة والمنتج مكتوب عليه المدعوم مش فرقانة معهم حدا رمزي نصيف رمزي نصيف يقول في هذه التغريدة البضاعة يلي عم تتهرب مش بالضرورة عم تطلع من لبنان المستورد عبر وكيل شحنه بيشحنها رأسا من بلد التصدير لبلد التهريب مسئوليتكم يخاطب الوزارة أن تراقبوا هالشي وتتأكدوا أن المدعوم دخل على لبنان بالأول حتى الفريش دولار بيلقى بره وما بيفوت على لبنان السعر المكتوب على الكيس كما لاحظتم كان 1300 بل 13150 ليرة يعني تقريبا دولار واحد رأول نعمة وزير الاقتصاد لتصريف الأعمال شاهد الفيديو وقرأ الانتقادات الموجهة لوزارته ورد عليها يقول توضيحا لما تم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية أن مراقبة التهريب ليس من صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة بل من صلاحيات الجمارك والقوى الأمنية وسبق لنا أن أرسلنا كتابا إلى الجهات المعنية حول ألية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة وأرفق الرسائل بالتغريدة الموجهة من وزارته إلى المجلس الأعلى للجمارك بخصوص ألية التعاون لمنع تصدير المواد الغذائية المدعومة مع ذلك رد الناس على تغريدة الوزير نجلة تقول حاجة تفلسفوا علينا وتخبرونا ما صلاحياتكم وشو مش صلاحياتكم لا أحلول نطرت العالم لحكت عن تهريب البضايا المدعومة لتطلع تسحب إيدك من القصة يعني لوما العالم انتبهت وفتحتكم ما معك خبار أو معك خبار بس آخر همك لأنه مش من طريقك أو طريق أولادك رايحة البداعة تغريدة من ليما يقول ليما مراقبة السلع المدعومة بالداخل مهمة مين كل واحد بيطلع ورأة وبيشيل المسؤولية الإدارية عن وزارته وبيزدها على مرفق آخر لو في نية كنتوا بتتصرفوا بضمير ومش بالصلاحيات لم يكتفي اللبنانيون طبعا بهذا الفيديو بل بتشاركوا عددا من الفيديوهات أحدها يحملوا منتجا آخر هو جبنة بيكون التي هي مدرجة بالبضائع المدعومة في لبنان وهذه هي طبعا الجبنة شهيرة المدعومة في لبنان يعتمد كثيرا من اللبنانيين على استهلاكها وصلت إلى نيجيريا وكما ظهر في الفيديو هذه هي على محال الرفوف التجارية في لبنان عليها ملسق الدعم سعر مدعوم شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة واعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها السمونة في لبنان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة